أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يشارك في معرض الحرف والمنتجات الفنية المقام حاليا في باريس بعدد من المنتجات التراثية العريقة التي تميز بها الفنانون المصريون تهدف مشاركة جهاز تنمية المشروعات إلى الترويج للحرف اليدوية والتراثية المصرية بالأسواق الأوروبية خاصة أن معرض باريس من أكبر المعارض المتخصصة في مجال المنتجات اليدوية والتراثية لمختلف دول العالم كما يسعى جهاز تنمية المشروعات إلى فتح أسواق جديدة لأصحاب مشروعات الحرف اليدوية والتراثية والعمل على زيادة الصادرات من هذا القطاع إلى السوق الفرنسي والأوروبية